بعث رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأصالة عن نفسه وبإنابة عن أعضاء الحكومة بمناسبة حلول الذكرى العاشر لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة وفي برقيته قال مدبولي إن ثورة الثلاثين من يونيو شهدت خروج الملايين من أبناء الشعب المصري العظيم منتفضين ضد قوى الشر والظلام الذين اختطفوا الوطن وأرادوا أن يغيروا هويته فملأ المصريون الشوارع والميادين وصنع الشعب المصري واحدة من أعظم الثورات في التاريخ والتي استعاد به وطنه وأنقضه من الفوضى والانهيار كما عهد مدبولي في برقيته الرئيس السيسي على مواصلة حكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية في أنحاء البلاد